السلام عليكم اخواني اشارة اليد لا تأتي لوحدها من الممكن تأتي مع اشارة صليب او سهم او مربط او سيال او منقلة الى اخ اشارة الكف او اليد واحد اليد المفتوحة داخل المغارة يكون الهدف تحتها مباشرة محل اشارتها في ارضية المغارة حيث ستجد صخرة والدفين بدافلها اثنان اليد المقبوضة في المغارة الهدف تحت اليد مباشرة الامر ينطبق على الايد المتصافحة ثلاثة اليد المتجهة الى الاعلى العمل عليها بحساب طول الاصبع الاوسط حتى الرسخ وتحويله الى امتار بتجاه الادهام اربع اذا وجدت يدين متجانتين فالعمل بينهما في المنتصف حيث يوجد درج سحاب فيه مال او جرن مال خمسة يد الى جانبها جرن وحلها بتقسيم طول اليد على المسافة بينها وبين الجرن وتحويل الناتج الى امتار بتجاه الاصبع الاوسط ست يد الى جانبها سهم وحلها بحث طول اليد من طول السهم وتحويلها الى امتار على اتجاه السهم سبع يد باصابع واخرى بدون اصابع وحلها بطرح طول اليد بدون اصابع من اليد التي بأصابع وتحويلها إلى أمتار بتجاه الإصبع الأوسط من اليد ثماني يد أمامها كأس وحلها بطرح طول الكأس من طول اليد وتحويلها إلى أمتار بتجاه أعلى الكأس تسع يد إلى جانبها جرة وحلها بطرح طول اليد من طول الجرة وتحويلها إلى أمتار والعمل عليها بتجاه يد الجرة هذه الإشارة تدل على مغارة بها جرة ذهب معنى إشارة اليد اليمن يدل على الموت والظلام وتشير إلى القبور وعادة هذه القبور تكون على عدد الأصابع وحسب اتجاه الأصابع وأيضا بالنسبة لليد اليمن في بعض الأحيان غير نافعة ومزورة وفي كثير من الحالات يدل على إشارة تثبيتية أو مكملة لإشارة أخرى قد تكون إما كف أيسر وأحيانا تترافق مع إشارة دائرة أو جرن عميق وقد نجد في بعض الأحيان اليد اليمن منفردة وحيدة وعلى صخرة تكون مرتفعة قليلة الأردفع وتشير بل أصابع إلى الأمم مع تحيات صياد كنوز الجزيرة لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو وعمل لايك للفديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته